بذرعة جلب الواردات أهدرت الميليشيا ما يزيد على أربعة مليار دولار من الخزينة العامة وهو رقم تقول الحكومة الشرعية أنه استخدم في المجهود الحربي للميليشيا يبدو هذا الجدل كفيلا بإعادة مدير البنك المركزي إلى الواجهة مجددا فالحكومة التي تتحدث أن محمد عوض بن همام لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحيته بحيادية وجهت طلبا للمؤسسات النقد الدولية والبنوك بمنع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج يخضع البنك المركزي لسلطة ميليشيا الحوثي وقوات صالح الإنقلابية وهو ما دفع بقيادة البنك اللجوء إلى التصرف بالإحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية المدعة في البنوك الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا استنزفت الميليشيا ما كانت تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك في صنعاء والحديدة كمجهود حربي أدى ذلك إلى انخفاض احتياطات النقد الأجنبية اليمنية إلى نحو مليار دولار من أربعة مليار دولار في نهاية العام قبل الماضي بعد نحو 16 شهرا من إنجاز مشروع الإنقلاب وهدنة اقتصادية واحدة قادتها الأمم المتحدة لعودة مدير البنك المركزي بعد تقديم استقالته في وقت سابق قررت السلطة الشرعية قطع أحد شرايين الميليشيا المالية دوليا الحكومة تبرر هذا الإجراء أنه وقائي حفاظا على الأموال العامة للشعب لكن مراقبون يحذرون من أنه خطوة قد تفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن تخصم الحرب من الحياة هذا ليس جديدا بالنسبة لمشروع الميليشيا لكن الجديد هو استمرار هذه الميليشيا في استنزاف البلاد على مختلف الجوانب لكن أبرزها هو هدار الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والتي يحذر منها خبراء في صندوق النقد الدولي أن ما تبقى منها لن يكفي لمدة شهرين بالنسبة للواردات